طبعاً هذا بتاريخ 14-2018 إلى اللجنة الأولوبية الوطنية العراقية لما أن سلفة انتخابات يرجى التفضل بالموافقة على صرف سلفة بقيمة 20 مليون دينار عراقي لا غيرها لذلك تقطيع نفقات إجراءات الانتخابات للاتحاد العراقي لكرة السلة سكن وأطعام ونقل أنت وصلك من هذا الشيء سريعاً أستاذ علي وصلك أي شيء والله الأستاذ الموصد للفلوس ولا مقهور على الفلوس أستاذ عادي من مقهور مقهور أنه إحنا الدورة السابقة بالأربعة عشر كنا تسعة وستين هيئتنا العامة صبنا شكاك شون بالألفين وثمانتعاش صرنا مية وثلاثين بقدرة قادر أكو أكو عندنا نظام داخلي إنت تشوفها ستحاد القدم جاي يكتبون واجتماعات والتطبيعية وتودلين الاتحاد الدولي من سبعة وخمسين يمكن صورتهم ثمانين أو واحد وثمانين مو لكن إنت من تسعة وستين إلى مية وثلاثين شون صاروا فمخالفة كبيرة هاي وقدمنا بيها طلب قلناها تضاف ثلاثة بثلاثة لعبة أكو أندي ما مشاركة وبيها مخالفات قانونية نعم هذا راح وإيضا نشاهد نفتح هذا الملف نفتح هذا الملف إن شاء الله هذا كل جمهم إن شاء الله نفتح بحلقة أخرى وبعدين هاي المبالغ كابتن بس أريد لك هاي المبالغ إحنا حوالي 25 عضو بالهيئة العامة اللي هو حسب ما طالبها نعم إحنا لطونا لا طعام ولا سكن ونقر راح نقيم بها دعوة الآن راح تقوم ندعو بها يعني ما مصر عليكم سكن ونقرام نعم لأن أنتم جيتم معارضين ما طالبنا لا سكن لا سكن سوى انتخاباتنا أربع فنادق أستاذ نعم الموالي والمعارض والبينبين كل من في فندق هيا 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 ديمقراطية يحيشون يقول سوينا ديمقراطية وهيا انتخابات ديمقراطية نعم أي ديمقراطية وضحة تساعة علي عمي أنا أناشد بالختام سريعا أناشد من خلال برنامجك السيد الكابتن وزير الشباب بكتب رئيس وزراء رئيس وزراء حتى الكابتن رعد يدزون علي وطيهم الأدلة أكو استغلال للمنصب الوظيفي عندي أدلة نعم استغلال منصبه وبها خروقات مالية وإدارية لاستغلال المنصب الوظيفي